السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأسعد الله أوقاتكم بكل سعادة ورضا وراحة بال وصحة معكم أخوكم طارق الجاسر واليوم جايب لكم منتج أول مرة أستعرضه بروجيكتر متنقل الجهاز هذا فاجأني بكافة مواصفاته ويحمس أنك تاخذ معاك نظرا لحجمه الصغير والبكيج اللي عاملينا الشركة بروجيكتر سويتش وشركة سويتش هي إحدى شركات أكسيوم تلكم ومعروفة شركة أكسيوم طبعا من الشركات الكبرى في الشرق العوسط عموما خلونا نتكلم عن هذا الجهاز أو جهاز العرض المتنقل هذا البكيج لبروجيكتر متنقل كل البروجيكتر بالملحقات حقته موجود في هذه الحقيبة فقط هذه اللي تاخذها معاك إذا بتطلع أيضا يجي معاها ستارة ستارة هذه تقريبا من 40 إلى 50 إنش بنفتح البكيج اللي موجود ونشوف في البداية وش اللي يجي مع هذا الجهاز العرض المتنقل أول شي معانا ريموت الكنترول ريموت الكنترول من مميزاته إنه من الخلف في كي بورد وهذه لها فايدة كبيرة لأن جهاز البروجيكتر هذا يشتغل على نظام الأندرويد يعني لو فتحنا جوجل بلاي نقدر نكتب التطبيقات اللي نبغاها ونحملها لا تستعجلون رح أتكلم عن كل المواصفات طبعا فيه ترايبود صغير يجي أيضا معاها في البكيج سماعتين البلوتوث والسماعتين هذه بالمغناطيس زي ما تشوفون طبعا فيها إضاءة لو شغلنا أي واحدة منها على طول يطلعنا والسماعتين نقدر نحطهم مثلا على اليمين واللي صار بالإضافة إنه البروجيكتر نفسه فيه سماعات يعني رح نحصل على ثلاث سماعات مع السماعتين الخارجية الشركة أيضا وفرت باوربانك طبعا هذا الباوربانك فيه عشرين ألف ميلي أمبير والعشرين ألف ميلي أمبير إنه إحنا ممكن نستخدمها في شحن الهاتف وأيضا في شحن نفس البروجيكتر البروجيكتر بداخل بطارية وأنا بصراحة اتفاجأت يعني من عمر البطارية بداخل هذا البروجيكتر هذا هو البروجيكتر المنفذ الـ USB هذا هو المنفذ اللي أنا شبكت عليه الكيبورد اللي شفتوها أو الريموت كنترول هذا منفذ الـ HDMI وفيه منفذ سماعات أدن وفيه أيضا منفذ الـ DC أو منفذ الكهرباء وهذا هو منفذ الكهرباء زي ما تشوفون والشاحن حقه الـ USB الأزرار اللي موجودة فيه إش هي؟ طبعا حاطين منفذ لذاكرة صغيرة وحاطين لنا الأزرار أعلى يميني صار وأوكي وتشغيل البروجيكتر وهنا عدسة البروجيكتر لاحظوا الحركة هذه الجهاز ممكن يعني يلف معنا 90 درجة إذا نبغى نعرض على الجدار مثلا أو نبغى نعرض على السكف أبشغل الجهاز شوفوا اشتغلت اللمبة ونسمع صوت المروحة وخلوني الحين أتكلم عن المواصفات واللي ميز هذا البروجيكتر عن بعض البروجيكترات الأخريات أول شغلة خفيف الوزن وسهل أنك تحطه في حقيبة تحطه في الدرج معاك بالإضافة طالما أنه متنقل وصغير الحجم ونقدر نشغله في عدة سيناريوهات مثلا في الصالة في المجلس في غرفة اجتماعات طلعتم استراحة كشتة في البر مثلا أنت تقدر تشغل معاك هذا البروجيكتر معناته في بطارية داخلية البطارية الداخلية ممكن تعطينا تشغيل متواصل إلى ثلاث ساعات جربت أنا أتفرج عليه فيلم تقريبا الفيلم كانت مدة ساعة ونصف ما طفت ما تغير شيء بالنسبة لي أبدا بالعكس حتى كان باقي في البطارية بالإضافة أنه يعني إذا أنت قلق كنت تتفرج على المباراة وقلق أنه البطارية تخلص ممكن إحنا نشبك سلك الطاقة ونشبكه في الكهرب أو عن طريق الشاحن المتنقل يعني الجهاز يقبل سواء عن طريق الكهرب مصدر الطاقة أو عن طريق الشاحن المتنقل الأشياء أيضا المهمة والتي تميز هذا البروجيكتر عمر اللمبة ثلاثين ألف ساعة يعني خلونا نشتغل رياضياتها الحين ثلاثين ألف ساعة لو قسمناها على أربعة وعشرين ساعة كم يطلع لنا يوم؟ تقريبا ألف ومئتين وخمسين يوم لو قسمناها على أيام السنة ثلاثمائة وخمسة وستين يطلع لنا ثلاث سنوات ثلاثة فاصة أربعة يعني ثلاث سنوات ونصف يعني نخلي البروجيكتر كذا زي التلفزيون ونشغلها طيب وش هي حجم الشاشة اللي بيعطينا فيها يعني الوضوح الكامل اللي نبغى من عشرين بوصة إلى مئة وخمسين بوصة وزي ما تشوفون أنا جربت على جدار كامل أعطاني الوضوح طبعا لازم يكون خلفية بيضة حتى أنها تستقبل الإضاءة والإنعكاس فيه نظام الأندرويد معناتها موجود في جوجل بلاي متجر التطبيقات نقدر نحمل الألعاب نقدر نحمل تطبيقات الفيديو مثل تطبيقات اللايف ستريمينج تطبيقات الأفلام وزي ما تشوفون في واجهته موجود تطبيق النتفليكس موجود تطبيق اليوتيوب وأيضا عن طريق اليوتيوب نقدر إحنا نتفرج على قنوات بث مباشر نجي لموضوع الاتصال بالإنترنت يتصل عن طريق الواي فاي ويدعم 2.4 جيجا هيرتز كنت أتفرج على أفلام لايف ستريمينج كان ماشي معاي سموث ما في تقطيع أبدا لما تدخلون على اليوتيوب أو تحملون بعض تطبيقات مشاهدات القنوات تبيتتفرج على برنامج مباراة تبغى تتفرج على مثلا فعالية معينة بث مباشر تقدر تشبكها من جوالك من راوتر أهم شيء يكون عندك وايرلس وتقدر تتصل خصوصا أنه موجود بداخله تطبيقات عديدة يعني عندنا متصفح الكروم عندنا الجوجل بلاي وعن طريق الكيبورد اللي موجودة في الريموت كنترول إحنا نقدر ندخل المعلومات اللي إحنا نحتاجها يعني نكتب مثلا في مربع البحث وعندنا أيضا منفذ الـ HDMI والمنفذ هذا مفيد جدا بتطلع لاجتماع ومعاك لابتوب تاخذ البروجكتر هذا واللابتوب وكابل الـ HDMI وتربطه فيه طيب إذا اللابتوب عندك أيضا بنظام الويندوز أو الماك أو معاك جوال بنظام الأندرويد أو حاتف آيفون أو حتى آيباد النظام الآي او اس في خاصية يقبل مشاركة الشاشة هذا شيء جميل جدا خصوصا إذا ما تبغى تشيل كياب الكثيرة معاك أنت فقط تاخذ هذا البروجكتر وبجوالك لو كان عندك البرزنتيشن أو العرض التوضيحي وتقدر تأكس شاشة جوالك على البروجكتر بمجرد أنك تتصل على الميرورينج أو عكس الشاشة زي ما تشوفون أنا قدرت أعكس شاشة الآيفون عندي شغلت اليوتيوب شغلت شاشة الهاتف نقدر نخليها بالعرض بالطول يعني متوافق معنا سواء على نظام الآيفون على الأندرويد وزي ما قلت لكم أيضا نظام الويندوز ونظام الماك بتستخدم كابل الـ HDMI مثلا طالع أنت اللي كشت وتبغون تشغلون الأكس بوكس أو البلاي ستيشن نقدر إحنا عن طريق وصلة الـ HDMI ونستعرضها نحطها على الجدار المناسب لنا أو الستارة الخاصة فيه ونبدأ إحنا في اللعب خصوصا إذا طلعتوا مثلا استراحة ومعاكم أبنائكم أو بناتكم يبغون يلعبون في البلاي ستيشن الأكس بوكس أجهزة الألعاب ويبغون يربطون مع أجهزة خاصة فيهم تعطونهم فقط هذا البروجيكتور واللي راح يستمر معهم ثلاث ساعات أو ممكن تعطونهم مع الكابل ويجسون يستمتعون فيه هذا البروجيكتور سعره 1699 ريال فقط بحط لكم رابط الشراء في صندوق الوصف بالإضافة لكل المميزات والمواصفات والسيناريوهات اللي ممكن أن تستفيدون من هذا الجهاز اللي هو البروجيكتور بالإضافة أن هذا السعر يشمل عرض كامل اللي هي الحقيبة موجود فيها الكيابل التريبود أو الحامل الصغير عندنا السماعتين السبيكر وعندنا جهاز البروجيكتور وعندنا شاحن متنقل بالإضافة إلى الريموت كنترول والستارة اللي وريتكم شكلها هذه هي البكيج الكامل من شركة سويتش الرابط موجود في الوصف ختاما أتمنى أنكم استمتعتوا من خلال هذا الفيديو واستفدتوا من تجربتي لبروجيكتور سويتش ألقاكم على خير وفي أمان الله اشتركوا في القناة